زار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مدرسة أمينة بنت وهب الابتدائية للبنات حيث سلم المدرسة جائزة جودة التعليم والمقدمة من الملتقى الحكومي 2016 لحصولها على تقدير ممتاز في نتائج مراجعة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لثلاث دورات متتالية كما نقل الوزير لكافة منتسبات المدرسة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيسي مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعا وإشادت سموهما بهذا الإنجاز المتميز في هذا التعليم وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة يحفظه الله ويرعاها للمسيرة التعليمية كما يعد تكريما للميدان التربوي بكافة منسوبية ويأتي نتيجة جهد جماعي تراكمية اشتركت فيه كافة منتسبات المدرسة الفائزة منوها إلى أن مشروع تحسين أداء المدارس الذي تنفذه الوزارة منذ عام 2008 قد ساهم بشكل ملموس في النهوض بجولة الخدمات التعليمية الأمر الذي أكده الارتفاع المستمر في عدد المدارس الحكومية الحاصلة على تقدير جيد أو ممتاز في نتائج مراجعات الهيئة الوطنية المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب فضل عن حصول العديد من المدارس على هذا التقدير المرتفع لأكثر من مرة على التوالي وأثنى الوزير على الجهود التي بدلتها الأستاذ بدري صويلح مديرة مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات بدعمة كافة منسوبية المدرسة والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق المدرسة لتقدير ممتاز في الدورتين الثانية والثالثة من مراجعات الهيئة الوطنية لضمان الجودة مشيدا كذلك بالجهود التي بدلتها الأستاذ أمل فخر المدير السابق للمدرسة والتي ساهمت في الحصول على ذات التقدير المرتفع في الدورة الأولى بما يعنيه ذلك من تكامل الأجيال في القيادات التربوية بالمدارس مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى الرقي المستمر بالمخرجات التعليمية للطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع التطويرية والتركيز على مضاعفة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين فضلا عن التطوير المستمر والمدروس للمناهج الدراسية من جانبها أكدت الأستاذة بدري صويلح مديرة المدرسة أن هذا التكريم رفيع المستوى يمثل حافزا كبيرا للمدرسة بكافة منسوبها لمؤصلة مسيرة البذل والعطاء بكل تفاني وإخلاص مشيرة إلى أن دعم وزارة التربية والتعليم المستمر لجهود المدرسة ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المتميز إضافة إلى العديد من المنجزات المشرفة السابقة من أبرزها جائزة صاحب السمو الملكي الأمير الخليفة بن سلمان الخليفة للتميز في الأداء التعليمي للعام الدراسي 2012-2013 وجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز وجائزة المدارس العالمية من المجلس الثقافي البريطاني هذا وألقت عدد من طالبات مدرسة آمنة بنت وهب كلمات ترحبية بهذه المناسبة رفعنا خلالها خالص مشاعر الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة حفظها الله لما توليه من رعاية واهتمام بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة لجميع المواطنين وأكدنا حرصهن على مواصلة الجهد والبذل والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة ولرفع راية البحرين عالية بسم الله الرحمن الرحيم لقد تشرفت اليوم بزيارة هذه المدرسة المتميزة ونقلت تحيات وتقدير سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وكذلك تحيات وتقدير سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لهذه المدرسة على جهودها الكبيرة التي بذلتها والتي مكنتها بعون الله تعالى من الحصول على هذه النتائج المشرفة ونحن في وزارة التربية والتعليم بدعم من القيادة الحكيمة مستمرين في تطوير كافة برامجنا التي تهدف إلى الارتقاء بأداء المدارس وتحسين مخرجات التعليم ولله الحمد الآن بدأت الأعداد المدارس التي تحصل على تقدير ممتاز وجيد في ازدياد ونسعى بإذن الله تعالى إلى كل ما من شأنه الارتقاء بمخرجات التعليم في بلدنا العزيز بداية نتقدم بجزيل شكر والتقدير إلى قيادة مملكة البحرين على هذا التقدير المتميز لمدرسة متميزة وإن كان التقدير لمدرسة واحدة فإنه لا يعني بأنه منطقة واحدة أو مدرسة وإنما يعني للتعليم بأكملة وهذا نموذج يحتذى به لجميع المدارس وتشجيع لهذه المدارس على الانطلاق على الإبداع على العطاء في جميع المجالات التعليمية وما وصلت هذه المدارس إلى هذا الأداء المتميز إلا بتوجيه من القيادة الحكيمة وبتوجيه ومتابعة حثيثة أكيدة من سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي يحرص دائما على أن يكون في الميدان مع المعلمين مع مدراء المدارس بتوجيهاته وملاحظاته وزياراته الميدانية من أسباب حصولنا على هذه الجوائز المتتالية دائما العمل بصدق يعني هذه بفضل الله أولا ثم بفضل الجهود الجماعية يعني ما في عمل فردي في عمل مؤسسي اللي يطلع فيه إنسان ثاني مثلا يتولى المهمة عقبة وطبعا لو لا تكاتف الجميع والعمل بروح للفريق الواحد لما اصار هذه الإنجازات في المدرسة أتوجه بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة والتي توجت فرحتنا بفوزنا لثلاث مرات متوالية من هيئة ضمان الجودة بهذا التكريم في الملتقى الحكومي 2016 وكما أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الكبير حق سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي اللي لو لا متابعته ومساندته لنا في الميدان لما حققنا هذا الإنجاز كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل منتسبية آمنة من هيئة تعليمية من هيئة إدارية من أولياء أمور من طالبات كانوا على قدر كبير من المسؤولية أتوجه بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة ومن ثم الشكر موصول لسعارة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي لتشرف اليوم بزيارة مدرساتنا مدرسة آمنة بن توهب لحصولها جائزة جودة التعليم في الملتقى الحكومي لعام 2016 ومن ثم الشكر موصول أيضا لإدارتنا المدرسية وبقيارة الأستاذة بدرية صوية لحمد جارة المدرسة وكذلك أخواتنا المعلمات لولا الله سبحانه وتعالى ثم كفاءتهم وتعليمهم المخلص لطالباتنا وتعاون أولياء الأمور في العملية التعليمية وجعل الطالبة هي المحور الأساسي في العملية التعليمية وكفاءة المعلمات سواء القديمات أو المستجدات ومتابعتهم وحرصهم على كل ما يستجد في مجال التعليم كل هذه الأمور أو كل هذه النقاط أدت إلى إنجاز محقق فعلا وتستاهل المدرسة ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الإنجازات تتوالع علينا وعلى جميع المدارس ولكل مجتهد نصيب بإذن الله ولله الحمد قد حققت المدرسة الكثير من الإنجازات وتمثلت ذلك في جائزة سمو رئيس الوزراء للتمييز التعليمي إلى جانب جائزة الشيخ حمدان وكذلك فوز المدرسة بجائزة المدرسة الدولية والحصول طبعا على تقدير ممتاز ثلاث مرات متتالية مدرسة متميزة في جميع الأصعدة حازت على العديد من الجوائز والعديد من الامتيازات على جميع الأصعدة وأنا لي فخر أن بنتي تكون طالبة من طالباتهم إحنا أمس حققنا جائزة وإن شاء الله بعد نحقق جوائز عشان بلادي البحرين الحمد لله ويد مستنسي لأننا حققنا جائزة ويد عودة